وفي هذا اللقاء يسأل فريدتكم شيخ صالح ويقول إنني منذ أن تزوجت وأنا لم أدخل لي ولا لأسرتي أي شيء ذلك لأنني كل ما جمعت مالا سلمته بيد والدي ليصرفه على نفسه وعلى بقية أفراد الأسرة فهل يجوز لي أن أقتطع جزءا من دخلي أخص به نفسي وزوجتي وأولادي أم لا يجوز ذلك؟ بذلك الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن السائل يسكر على بره بوالده وإعطائه ما يحصل عليه من مال فإن هذا يدل على خير وعلى بر بوالده ولكن لا بأس عن تأخذ من مرتبك قدر ما تحتاج به والباقي تدفعه إلى والده تجمع بين المصلحة أن تحجز ما تحتاج لي أنت وزوجتك وأن تحسن إلى واردك في ما تبقى وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ لمن تعول فنفقت نفسك ونفقت زوجتك وأولادك هذا نبدأ به أولا وما فضل من ذلك يكون للوالدين ترجمة نانسي قنقر